هذا العمل الذي قد يبدو لي ولكنه عمل عادي هو عمل مقدر ومكتوب عند الله إنه هذا الصبي لا يلتقم أي ثدي امرأة مهما كانت كل المراضع اللي عرضت عليه بأت بالفشل من أجل ماذا؟ من أجل أن يصي إلى أمه التي جرب لبنها في فترته الأولى فتقول أخته هل أدلكم على أهل بيث يكفلونه لكم؟ وهم له ناصحون يعني هنا كادت البنت أنها تبوح بالسر يعني إيش دراها أنهم ناصحون قالوا له يعني إيش دراك أنهم ناصحون قالت أم يعني أنه في أكثر من مرة أنه بعض الإسرائيليات إذا ولدت يعني الأم ما تقبل الصبي ثديها يأتون به الأم وترضعه طيب إذن هنا أيضاً الإبن أمك ما دام عندها لبن معنى أن عندها طفل أين هذا الإبن؟ قتل مع الذين قتلوا يعني هذا يفسر قصة وجود لبن في أم موسى فرددناه إلى أمه هذا الوعد الإلهي الأول